أشكاً تحب من الناس من المريبي هابط ونقدر من الناس مربح أو مربح أولاً نقوم بعمل أولاً نضيف سطر من هنا لنضيف سطر سنقوم بمسلت الخطوة الأولى سنقوم بمسلت ونضيف سطر يجب أن تسألوا ما يمكنك إختيارها على حسب زبونة كيف تريد أن تستألوا سنقوم بمسلت المسلسة فقط 24 سنقوم بمسلت نقوم بمسلت سنقوم بمسلت سنقوم بمسلت تقوم بمسلت 8 سم ومن 18 سم اعطي 24 سم ونقومون بسرعة ثم يبقى لي شكل أكثر من 90 سم نضيف الوسط 7.5 سم نضيف الوسط 1.5 سم نضيف الوسط 1.5 سم نضيف الوسط 9 سم نضيف الوسط 1.5 سم نضيف الوسط 1.5 سم نضيف الوسط 1.5 سم نقص هذه الأنواع التي تحريرها نقص هذه الأنواع نقص هذه الأنواع نحاول نزرب قليلا لن تكون مركزة بسعفة في القصة اشتركوا هذا الشكل اشتركوا هذا الشكل اشتركوا شكل اخر اشتركوا هذا الشكل يكفي اشتركوا الى صوتر اضافهم 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 نحصل على الزيت يقوم بزيار الزبون نحن يقوم بزيار الزبون للذي ويقوم بزيار الزبون نحن نعطي الزبون الزبون من الزبون هذا الموديل هو الفيديو ولكن يجب أن نقوم بحبطة من هنا سهل و بسيط سنقوم بحبطة من هنا سنقوم بحبطة من هنا حاند من هنا نقوم بحبطة 2 سم سأن نقوم بحبطة من هنا organised 2 سم و نضيف نقطة بمزن نقوم بحبطة يدunge粉 ونعمل بالبيروكي أو البيسطولي ومتوفر عندنا ونقوم بالجهة الأخرى هذا الشيء سهل بثافة يمكن أن نقطع البيسطول وقوم بالجهة يمكن لكي البيسطول بوضع ونقوم بالجهة يوجد أن يكون الجميل ولكن مدير سوف نضيف الموضة حسب كبير هذا هو كل اخر العكس نضيف الموضة من جهة هذا الموضة من جهة سهل و بسيط نضيف الموضة نضيف الموضة نضيف الموضة من جهة و نضيف الموضة من جهة و نقوم بتقليل الموضة على خط 24 نقوم بتقليل موضة و نضيف الموضة سوف نقسمها على 2 سنتيمت Igor, لا شه shot than et فهذا الشيكي يبقى حسب الرغبة بغيتيها مقور أكثر فعيوض تشركين مع هاد النقطة ممكن تجيهنا وتهبطي أكثر فأنا نجربه الأول مكتافيين بـ 2 سنتيمتر وشركناها مع النقطة فأنا نجيهنا ونهبط بـ 1 سنتيمتر باش نشوف الفرق بين الأول والثاني وباش كذلك تعرفوا باللي هادو أمور اختيارية لا تعقدوا الأمور حتى تقطعوا وغلطتي فلا تخافيش غلطتي ستبتكري حاجة جديدة أو ستخرجي في حاجة جديدة ومشي مشكلة يعني شنو الفرق أنه جاء مقور أكثر يعني جاءت هاد هاد التقويصة يعني أكبر كما لو أننا هنا اخرج ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر نجيهنا ثلاثة سنتيمتر ونقطع هاد الشكل النهائي نرى النتيجة النهائية نرى النتيجة النهائية قويصة أكبر من الأولى و جيت صراحة أجمل هناك يعني نتيجة 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 رائعة نزوين هذه الموديلات هنا لا يوجد شيء تعقيدات فقط نستعنه بالبيسطولي قطعته قطعت المقاس العادي 8 سم وحبطتها في 18 سم فكرضي نجد حروق الكبسطولي فكرضي ثم نحضر هنفط أكثر ثم نحن 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 نفتح للإمكان أدوات التفصيل المهمة لم توجدها قبل لأنه عندما يترسم هذه الأشكال سيأتي صعيب أن ترسمي البحث سوف نضعها بالضبط وشحل من سنتيم هذا ليس شيء مهم هنا نخدمه حسب الضوء هنا يحتاج في الخياطة لتبطين سوف تكون جيدة سوف نرى هذه الأشكالات يوجد تطريزات في هذه الأشكالات من لبسين أو مركبين في مدينة كانت هنا تضمي شكل الورضة بالتطريز أو أي شيء وممكن هنا تضمي شكل الورقة مثلا هنا تضمي شكل الورقة يمكن أن يكون هناك مسطر هنا يمكن أن نحتاجه بحل هذه الأنواع لأنه لا يمكن أن نشدهم وخيطهم عادي فأكيد سوف نحتاجهم للناس الذين يديرون التنبات والعقيق والطارز يمكن أن يبدعوا أكثر و أحسن من نجاح هذا سوف نحتاجه بسرعة يمكن أن يكون هناك صدريات وطالعين يمكن أن يكون هناك طرزي فأكيد سوف تجعل الطرزي عادي وحتى الطرزي تسالي عدد تقطعه يمكن أن يكون هناك طرزي يجب أن يكون هناك طرزي لدينا كم منصطر نرى الشكل الأخير في هذا الفيديو فأنا أحب أن نضيفه في هذا الفيديو ويجب أن نضيفه شميل حتى أخير هذا بسيط وذلك تكون هناك مفتوح وإنك تكون هناك أخير وإنك تفتحه وهذا يمكن أن نضيفه ويجب أن نضيفه ونضيفه أول شيء سوف نختم هذا الخط من هنا سوف نقسم المسافة على اثنان سوف نقوم بعمل المسافة على الوضع سوف نقوم بعمل المسافة على الوضع سوف نقوم بعمل المسافة على الوضع قسمتها على اعلى يدتنا على الوضع هنا سوف نقوم بعمل المسافة على الوضع سوف نضع نقطة لكي نرسم الكل نستعنه بالفيروكي نستعنه بالفيروكي نقطع نقطة لكي نقطة شكراً بالفرق نقدر الخطفة نقبل نفس الخطفة كانت كبيرة من الداخله لم أحبت نضع أكثر الشيء الثاني هو أنني هناك نديرها فقط 1.5 سنتيمتر وأنني مدرتها مشروكة الشيء الثاني درت 1 سنتيمتر وخليتها مشروكة في حالة تفينيها بهذا الشكل وفي نفس الوقت تبقى مشروكة هنا داخلها أكثر هنا ما دخلتش أكثر بغيتي تدخلي أكثر فممكن تدخلي أكثر كي بقى ذلك شيء وحسب الرغبة نتمنى أن يكون فيديو تعليم مفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته